48 ساعة تغط على هذه الساعات كلمات التهجير النزوح وبالتحديد فيما يتعلق بشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بداية عندما تدعو قوة محتلة شعب للنزوح من مكان إلى مكان هل يخلي ساحتها من المسؤولية أولا؟ وما الذي يستوقفك ربما من هذه الساعات وهذه الانتهاكات المتواصلة في هذه الساعات؟ يعني إحنا ب7 أكتوبر سمعنا الإذاعات الإسرائيلية وسمعنا التحليلات الإسرائيلية أنه عمليا قالوا لم يكن لنا عدد قتلة وجرحة في يوم واحد منذ 48 ولا بأي حرب كانت ولذلك وقولوا أيضا أن هذا حدث مكون للوعي الإسرائيلي ويقولوا أيضا أنه هذه الضربة عمليا هي إهانة للشعب الإسرائيلي إهانة لدولة إسرائيل وكارثة لم يكن مثلها مثيلة عندما حللوا في هذا التحليل كان واضح أنه ردهم راح يكون برضو أصعب من أي رد كان علينا من أي وقت مضى لذلك اللي حدث لغاية الآن منذ البدء الهجوم على غزة الحرب على غزة العدوان على غزة ولم يكن له مثيل من ضرب المدنيين من عدد الخسائر من عدد القتلة والجرحة خلال فترة قصيرة ما شاهدنا في الصامر لسؤالك اللي بميز الرد بالجانب القانوني الإسرائيلي اللي أنا قاعد براكم فيه أنه إجبالا الجانب الإسرائيلي كان حذر في وصفه للأحداث خاصة الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال للأحداث عندما يكون في الحرب هذه المرة هو يعترف أنه يكون في جرائم حرب يعني دائما كيف ذلك؟ يعني مثلا يعترف يقول نعم نحن لا نميز بين المدنيين والمقاتلين وهذا التمييز بين مدني ومقاتل وفق القانون الدولي هو هراء لا نريد أن نلتزم فيه ثانيا يقول نعم نحن نقصف أماكن مدنية لأنه مننا ندخل رجليا وهذه الأمور ما كانوا يعملوها ولكن ينكروا أنهم يعملون دون اعتراف دون اعتراف لهاي أول مرة في عنا دولي وخاصة في القرن الواحد وعشرين عنا دولي تعترف جهرا أنها تقوم بجرام حرب ومن اللي بيعترف اللي بيعترف الناس المسؤولين اللي إجمالا في المحاكم الجنائي الدولي هم المسؤولين الأوائل على ذلك هاي ظاهرة لم يكن لها مثيل لسؤالك العيني هل مطالبة ناس في التهجير من موقع إلى موقع يعتبر صحيح وفق القانون الدولي أم لا يحق لدولي يحق لدولي أنها تطلب تهجير في وقت حرب إذا كانت تهجير هذا لمهمة عسكرية لضرورة عسكرية ملحة ولكن هذا الشيء لا ينطبق على منطقة غزة لأنه إذا أنت بدك تطلب من الناس تهجير من أجل ضرورة عسكرية ملحة يجب أن يكون للمهجرين لجوء غزة المكان الوحيد في العالم أنه في الحرب لا يجي المكان لجوء يعني ما في إبكانية إلا الهروب إلى لجوء لذلك أخذ بعين الاعتبار جغرافية غزة صغيرة عدد السكان اللي أنت بتطلب منهم اليوم عمليا مليون من 2 مليون لذلك هيتدخل في خانة الإبادي لذلك مش القانون الدولي هنا لا يستطيع أن يسمح لدولة إسرائيل لو كانت الجغرافية هذا كان يصبح صحيحا لباكستان يصبح صحيحا لأفغانستان لفيتنام لمناطق مثل روسيا مناطق كبيرة أوكرانيا ولكن في منطقة صغيرة جدا مثل غزة العدد أكبر مكان كفيف بالسكان في العالم لا يستطيع أن يكون صحيح حتى وفقا للملحات العسكرية للقانون الدولي الإنساني يسمح لذلك الشارع الإسرائيل يتظاهر في تل أبيب في وسط إسرائيل يطالب بتحرير أسره في قطاع غزة ويقول بالحرف الواحد في شعاراته في تظاهراته إن بن يمين تنياه قاتل هذا ما شاهدناه من خلال المقاطع المصورة والصور التي تصل المجموعات الإخبارية هذا من جانب من جانب آخر يخرج اليوم مستشار الأمن القوم الإسرائيلي تساحيها نقبي ويقول خطابا أو يدلي بخطاب وخطاب اعترافات بالأخطاء بالأخطاء الاستخباراتية بالفشل الإسرائيلي في كل ما حدث يوم السبت السابع من أكتوبر الآن تأتي أنباء عن انضمام لبرمان إلى حكومة الطوارئ والليكود يدعوه إلى الكابينيت الأمني والسياسي هل ما يحدث على سبيل المثال في حكومة الطوارئ هذه الدعوة لدخول لبرمان يعطي أهلية شرعية قانونية ربما بالنسبة للإسرائيلي لما يحدث في إعلان الحرب الاجتياح البري؟ يعني بالجانب الإسرائيلي حتى هذه الحرب هي نوعا ما كريدت وانتصار لجانب حركة الاحتجاج لأنه عمليا ضحايا اليهود هم يعتبروا من المحسوبين على حركة الاحتجاج يعني أغلبهم إشكناز ومن الكيبوتسات وكلا حركة الاحتجاج اليوم حولت عمليا هي استمرت في عملها وحولت نفسها إلى متطوعين في قبعة أخرى وقعا متطوعين بالجيش ومتطوعين كجزء من المجتمع الملني اللي بيقدم خنماته للمتضررين والضحايا اليهود لذلك هذا وضع اليمين ونضم إلى ذلك نحن من حل الجانب الإسرائيلي نضم إلى ذلك بايدن يعني عمليا إذا نتنياهو في السابق حاول يوصف اليسار الصهيوني والمركز الصهيوني كخوانا هم يقول نحن الضحايا ونحن الجيش ونحن المتطوعين إذا حاول اليمين أن يهاجم رئيس أمريكا الآن يقولوا له أنه رئيس أمريكا معنا وكذا ولذلك حتى هذه الحرب هي ضربة قاسية من جميعنا وحيها لحكومة إسرائيل لحكومة نتنياهو أنا ما شايف أي أمل لهاي الحكومة حتى لو نضموا إلها جميع المعارضة اليهودية طبعا بدون أعضاك نستطيع هل ستطيح بكل أقطابها أم ستطيح بنتنياهو لوحده حسب تقديرك اليمين الإسرائيلي هاي اليمين الليكودي واليمين المستوطن هاي راح تكون له ضربة الآن هي ضربة يعني إحنا قاعدين مننتبه منشوف حتى إجمالا بالحروبات نعم اليمين هو صاحب الحرب بالشارع يعني عمليا حتى إذا كان هناك عملية تفجيرية هم اللي بيخرجوا وهم الذين يطلقوا دعم الشارع اليهودي نعم والشارع اليهودي يعبطهم ويحضنهم الآن نرى لأول مرة في تاريخ اليمين الإسرائيلي إنه في الحروبات هو المنبوذ في الشارع يعني لما بيجوا لزيارة الجرحة في المستشفيات الإسرائيلية أهل أهال الجرحة يطردوه صح فهي ظاهرة هاي يعني إذا أنا بدي أقول راح بهاي الحرب يعني جهتين يدفع ثمن فيها الحاكم في إسرائيل وبرضو يعني إحنا من التوقع أنه برضو حماس راح تندرب ضربة كوية دكتور حسن جبارين مسؤولون عدة إسرائيليون تحدثوا خلال هذا الأسبوع أن إسرائيل لم تستخلص العبر من معارك وحروب سابقة سؤالي هنا بعد هذا المؤتمر الذي قام به تحيها نكبي كيف يحاسب المسؤولون في إسرائيل؟ يعني إجمالا في الحالات اللي حدثت إن كان حرب الغفران وغيرها إجمالا تجبر ستجبر جماهريا حكومة نتنياهو في إقامة لجنة التحقيق الرسمية مين بعين عضاء لجنة التحقيق الرسمية؟ رئيس المحكمة العليا لذلك هذا برجع الدائرة لمن للمربع الأول للمربع الأول من راح يكون رئيس المحكمة العليا؟ رئيس المحكمة العليا أو رئيس المحكمة العليا عمليا هي راح تنهي الحالية استرحيوت نيابة بتاعتها وعمليا يجب أن يكون من يغيرها ويبدلها واضح أنه بنهاية المطاف راح تقام لجنة التحقيق الرسمية ولجنة التحقيق الرسمية بتعطي إجمالاً توصيات وهذه التوصيات بهاي الأمر تصل أيضاً إلى الجانب مش فقط العسكري إلى الجانب السياسي لغاية الآن جميع لجانة التحقيق الرسمية لم تمس الجانب السياسي لغاية الآن حتى قولنا ما هي رئيس تقالت من نفسها أقيمة لجنة التحقيق بخصوصنا الجميع الفلسطيني في الداخل في مسألة هبة الكدس والأقصى على الأحداث التي كانت كل الاستنتاجات والاستخلاصات مست في الجانب الشرطي ولم تصل إلى الجانب السياسي يبدو هذه لجنة التحقيق الرسمية لأول مرة سأتوقع أنها تصل إلى الجانب السياسي ولكن ماذا تستطيع أن تكون لجانب السياسي تستطيع أن تكون لجانب السياسي مثل ما قالت وهذه الحدث الخاص الوحيد فيها بالنسبة لشارون إذا بتذكر إقابة لجنة التحقيق الرسمية بعد سبروشتيلة واللي قالت أنه أريل شارون ممنوع يكون وزير الدفاع لفترة ما بس أريل شارون صار رئيس حكومة صار رئيس حكومة ولذلك هاي لجنة التحقيق ستصل جانب السياسي لأنه في عندها تأييد شعبي جماهيري ماذا تستطيع أن تقول تستطيع أن تقول مثلا نحن نوصي أنه بن يمين نتنياهو لا يكون مسؤول عن الأمن بأي وظيفة كانت لفترة معينة مثلا فلان وزير الدفاع قال أنه ما يكون بوظيفة من هالنوع لفترة معينة هاي الأمور بالإمكان في سياق التوصيات فقط طبعا ولا إجمالا هاي التوصيات يعني تنفذ لأنه في عندها دعم جماهير يعني حتى بريل شارون صح ما كانش وزير ولكن صار رئيس حكومة يعني احترموا القرار إنه ولكن اللجنة ما لم تكن أنه ممنوعك وإجمالا برضو هناك فترة معينة تيجي بتقول هذه توصيات ممنوع تكون بهذه الوظائف لفترة معينة الجيش والمخابرات العسكرية والشباك هناك برأي راح يكون قطع رؤوس القيادات يعني واضح إنه رئيس الأركان العسكري للجيش الاحتلال راح يدفع ثمن فيها رئيس الشباك راح يدفع ثمن المخابرات العسكرية ورئيسها راح يدفع ثمن ليت صحيح نقبل اليوم هو اللي خرج برأيي إنه للشارع الإسرائيلي هو اليوم عنده يبدو يبدو بصدقية أكثر من نتنياهو ولذلك نتنياهو بعثوا ليبث الأمان إنه الحكومة يعني بتشتغل وفي ناس في الحكومة اللي بتثقوا فيهم وكذا 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 يعني مش نتنياهو نفسه وبنفس الوقت عساس يمنع من اللي انضموا للحكومة إنهم يعطوا هاي التصريحات مثل جانز وغيرهم فبدو يرجع عمليا هنا فيه برضو اللعبة في السياسات الصغرى من قبل نتنياهو ولكن صديقي إذا بتسألني سؤال ما العمل نحن كفلسطيني اليوم سؤالك بالنسبة للجانب الاحتجاجات الدولية اللي بتصيرها هاي المعركة لغاية الآن احنا في وضعية شوي حرجة في الجانب الدولي يعني الجانب الدولي وقف مع إسرائيل وأشترى الرواية الإسرائيلية وكذا 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 الآن اللي واجب علينا واجب على الجاليات الفلسطينية واجب على مؤسسات الحقوقية مثلنا الفلسطينية والصديقنا إلنا إنه نعمل بشكل سريع لتغيير التوجه للمجتمع الدولي لتغيير الإذاعات الأجنبية يعني اليوم بتفتح سين إن سين إن لا تفرقها مع محطات إسرائيلية أغلبية بيعملوا مقابلات أغلبية المقابلات بتكون مع ضحايا الإسرائيليين شو ما عند حيا الفلسطينيين في المرة والفلسطيني يؤتى به ليعتذر أو ليندد أو ليستنكر فقط فإحنا لذلك علينا إسا نشتغل من أجل دعم أهلنا في غزة من أجل نصرة قضيتنا العادلة يجب أنه نشتغل بشكل سريع على نحول توجه الدولي وتوجه المجتمع الدولي نريد فقط هذا الخبر العاجل بعد إذنكما صافرات إنذار الآن في منطقتي إزدود وعسقلان جنوب البلاد هذا ما يأتينا الآن من الجبهة الداخلية في البلاد بنصف دقيقة قبل أن أتحول أستاذ سعيد إلى ضيفته عبر الخط الهاتف أنا أردت أن أنوه كمالي لما تفضل به زميلي أن هذه الحرب تختلف عن الحروب السابقة بأنها تأتي بوضع دولي يختلف الذي فيه تتبلور قطبية متعددة لقيادة العالم لذلك حين نقول أن الغرب هو متضامن وهو شريك أصلا مع إسرائيل لكن هناك جانب آخر أن هناك محور قوي مثل الصين مثل روسيا مثل إيران مثل دول وازنة تؤيد هذا الحق حتى في هذه الدول الغربية في البداية ما حدث في اليوم الأول في يوم السبت في السابع من أكتوبر كان هناك مجال قضية من هول ما حدث الأمر الغير متوقع كان هناك هذا التضامن الجارف لكن اليوم إذا نظرنا إلى المظاهرات في فرنسا في بريطانيا فهي مظاهرات ضخمة ضخمة ستشي بأن الأمر سيتحول لأن هناك أمر كبير جدا وهناك جرائم طضيعة كبيرة واليوم لا تستطيع أي أحد أن يخفي هذه الجرائم عن أعين العالم كلها القد العالم صغيرة وفي هذا السياق قد يكون هناك فارق ما بين مواقف الشعوب ما بينك سعيد علينا أن نعمل طبعا طبعا علينا أن نعمل من هنا أنا بتوجه لكل جالياتنا العمل طبعا شكل مكثف في كل الدول الغربية ما ننساش هذه الساحة وتأثير دكتور حسن جبارين كنت بدأت ربما في معرض ردك طبعا وتعليقك ورأيك بالحديث عن الهيئات التي شكرت في المجتمع العربي وقد يكون من المفيد أن نطلع فعلا على الجهود التي بذلت على الهيئات التي شكلت ومساقاتها أيضا يعني عمليا التجربة هي تجربة راكمية منذ هبة الكدس والأقصى وكل هبة هي عمليا بتأخذ أكثر مهنية وأكثر تنظمية في هذه المرة كان هناك جلسات في آخر أسبوع مكثفة من أجل ترتيب وتنظيم مجتمعنا في مواجهة وضعية الطوارئ كل هاي الهيئات طبعا تكون تحت إطار وغطاء اللجنة العربية للطوارئ اللي هي منبثقة عن لجنة المتابعة اليوم في عنا بالنسبة للاعتقالات في عنا لجنة تركز يعني كان قرار أنه العمل الحقوقي والقانون بتركز عدالة ولكن في هناك العمل الإعلامي في هناك العمل بمواجهة التحريد اللي يقام ضد يكون ضد جماهيرنا في الأمور الصحية ولذلك كان هناك لجان وأعلن عن هاي اللجان من أجل أن الناس يتوجهون يعني اليوم لغاية الآن وصلنا أكثر من أربعين توجه للطلاب من طلاب العرب اللي يواجهون مسائل إما إبعاد عن الجامعة أو إبعاد عن مساكن الطلبة وكذا لغاية الآن نقدر نقول عمليا المسألة اللي ملحة أكثر شي لحدة السل بتواجهني مسألة الطلاب المسألة الثانية هي المس وملاحقة العمال في عنا ملاحقة للعمال في أماكن عمالهم في كثير منهم أخذوا تحذير في كثير منهم برضو مش بس تحذير إلا عمليا طرد من أماكن العمال حتى بدون سماع في عنا موجي قاعدة تتراكم وتتصاعد بالاعتقالات الليلية بخصوص التواصل الاجتماعي إن الشرطة بتكون باعتقالات برأينا هذه الاعتقالات غير قانونية يعني عمليا بكري وملاحظ راح يكون حوالي يعني متوقع عدد العدد بسيط لغاية الآن في تمديد الاعتقالات ولكن مع الفترة راح يزيد لماذا نقول أنها جبهة إضافية وهل فعلا التعامل اليوم يجري بهذا السياق أولا طبعا كمية الملاحقات التحقيقات بخصوص كل ما يتعلق بالتعبير عن الرأي كل ما يتعلق بطلاب الجامعات الأكاديميين فضلا عن ذلك قبل أسبوع بدأت ترد الأنباء عن تسليح الإسرائيليين بشكل أو بآخر وهذا بحسب مراقبين بطبيعة الحال يصب في خانة مواجهة الجبهة الداخلية أي العرب الفلسطينيين في الداخل يعني نتنياهو في الخطاب الأول له بعد 7 أكتوبر حدد ما هي الجبهات كان جبهة غزي الضفة الشمال حزب الله وإيران والجبهة الداخلية كان واضح من خطابه أنه حط جماهير الفلسطينية في الداخل في نطاق العدو الذي سوف يحارب وسيكمع لذلك مش بالصدفة سياسة القمع من الجامعات ومن الشرطة لأي كتابات اللي بتكون يعني فيه كثير من الكتابات اللي بالتواصل الاجتماعي اللي احنا بنعرفها أنه في السابق حتى لم يدعى الكاتب الناشر إلى تحقيق اليوم يدعى لتحقيق وقسم منهم مش بسايد جامعات تطرد وتبعد يعني فيه عندنا حالة لطالب أو طالبي ما بدي أذكر أسماء بها المرحلة كتب وإذا جاء كنصر الله هو الفتح فترجمتها الجامعة إذا جاء بالعبراني إذا جاء حزب الله اللي يحتل محل نصر الله حزب الله وهي آية قرآنية آه على المحل الجامعة أو قيلات الطالب بدون سماع بدون أي تحذير بدون سمع موقف وبدون ترجمة صحيحة لذلك هاي سياسة القومة هي السياسة الاستمرار لهبة الكرامة اللي بتشوف جماهيرنا الفلسطينية كعدو وخانتعدو ولكن أنا أتفق مع الأخ سعيد أنه علينا ما يعني علينا برضو أن نأخذ الحذر جزء من الحذر الحذر إيش إحنا منكتب وإيش منتعامل مع الإعلام ولكن إحنا صنفنا في هذا التصنيف يعني إذا منشوف في سياسة وحدة بالداخل وفي الكدس وفي الضفة بالنسبة لحرية التعبير كيف تواجه اللي كان في مطعم البيتزا إنه حطوا هناك صورة لوحدة من الأخططفات مغزة يعني عمره خمسة ثمانية وصح حالة إنسانية هناك على المحل هدمت هدم المطعم وهاجم المستوطنين عليها هذا بدل على سياسة مش سياسة نمية سياسة قمة والهستيريا اللي دخلت فيها إسرائيل لهذا الوضعي هم اليوم لغاية إسراء ببرروا إنه عمليا ما حدث لهم لم خير مصبوك لكن هذا لا يعني إنه يقوموا وفي شرعية اللي بيقوموا فيه أنا بشوف إنه برضو ما ننساش إنه هاي أكثر حكومة عنصرية في تاريخ إسرائيل ما ننساش إنه الوزير الأمن الداخلي الشرطة هو أكثر شخصية رسمية نعم تملك وظيفة وزارة اللي هي عنصرية في العالم يعني لا يوجد وزير عنصر في العالم مثل بنكفير وظيفة بنكفير job description هو قام عن الجماهير العربي الفلسطيني أول وثانيا أمور أخرى لكن هاي وظيفته هيك عرف نفسه وهذا الكرت البطاقة اللي دخل فيها على السياسة هاي البطاقة اللي عمليا أنجحته في الانتخابات الأخيرة نعم ولذلك هو يريده أن يحافظ عليها ويقوم في التحريض ضد الجماهير الفلسطيني اشتركوا في القناة